بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنا وسلم بكم حبيبي وكل متابعين كنات حناني الوراكي النهاردة حبيبي هننقل كده معاكم الصبارة ديت يعني نقلها من المكان اللي هي فيه لمكان اجبر عشان هي كمان يعني محتاجة مكان اجبر عشان فيه صبار كمان بيبدأ اللي هو يطلع صغير كده هو فهي محتاج كمان يعني مكان يكون اكبر من اللي هي فيها عشان كمان تاخد راحتها وتكبر كمان ويتطلع كمان صبار زغير كده زي ده هوت وياخد راحته ويكبر ايه ويكبر في مكان اوسقها دلوقتي حبيبي انا معي الجردل ده هوت حطه فيه شوية تومية فحبدأ بقى دلوقتي انا معي سكينة السكينة دي بيستخدمها يعني لأي حاجة من ديت فانا حبدأ بالسكينة كده هوت بس الاول عشان ايه اسلك بس ايه هتحبدأ بس اللي انا اعمل الحركة ديت مقالحة هم هم اشتركوا في القناة 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 يعطيها ازاك. شايفين؟ يبار ازازة بتعمل صد كده زي ما بتفتح ازاست الحاج الساعة. لان دي اول مرة بابا افتحها بعد ما كنت عاملها وصيفها. اهيت. حبدال انا احط في الهوط يعني اه? ربع كوباية كده اهوة. اه كده حبضها بلا انا في الزازة ديت خالص وبرقناها كده في البلكونة كده ايه على جنب لما باجه الزرع فببدأ اللي انا يبقى معايا ريت لماية بحط عليه ربع كباية كده هوت من السمات اه بيبقى معايا بنفس الشكل كده ببدأ باع ايه اللي انا قزي بيه الصباش اه زي ما احنا شايفين كده هوت اه ده وقت يا حبيبي انا كده بعد ما زائتها وردتكم من زي اللي انا بزقيها يعني الخطوة ديت انا بعملها مر يعني السمات ده هوت انا بحطها لها فمع المية يعني مرة كده في الاسبوع او مرتين اه وبعد كده لما هي بتبقى محتاجة لان احط لها مية بحط لها ايه مية عادية بس الخطوة السمات ده هوت مع المية يعني بعملها مش كل يوم يعني هي مرة واحدة كفاية في الاسبوع ومرتين بس فدلوقتي بقى ايه طبعا بتبقى حلو جدا للزرع طبعا الخطوة ديت متاعت السمات بتبقى حلوة كمان للصبار اه اي نباتات زينة انت بتحطيها اه نباتات اه يعني حتى لو زرع اي نباتات كده ورقية زي الجرجير الحاجات النعناع الحاجات ديت بتبقى حلوة برضو اه كده اتمنى حبيبي للفيديو من هورده يكون اعجابكم واريتكم ازاي اللي احنا شكل الصبارة وهي صغيرة ولما نقلتها من مكان صغير لمكان اوسع وازاي برضو واريتها لكم لما كبرت ولسه بتجبر كماء نعم واريتكم برضو ازاي اللي احنا يعني بدلها المية بزقيها ازاي وازاي بحط لها السمات اه طبعا يعني الفيديو بصراحة جميل جدا جدا اتمنى انتو يعني تدعموني كده باللايك والشير والشراك في القناة اول مرة تابعوا القناة وما تنسوش فعالوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناة اول با اول اه كان معكم حنان الوراكي ام نادة وفاتحي السلام عليكم ورحمة الله البركتو